كما اطلع رئيس الوزراء على أعمال التطوير الجاري تنفيذها في منطقة الروايسات وشرح محافظ جنوب سيناء معدلات تنفيذ أعمال التطوير بالروايسات من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير سكان آمن ومناطق خدمات ومناطق تجارية وتوفير حياة كريمة لأهالي المنطقة مضيفا لأن الروايسات هي إحدى المناطق العامة في مدينة شرم الشيخ وتعتبر المركز التجاري والصناعية وقد وجه رئيس الوزراء باستمرار عملية التطوير الجارية بمنطقة الروايسات في شرم الشيخ ووفقا لتكليف السيد الرئيس بضرورة مواصلة العمل على تطوير المنطقة بشكل متكامل وشامل لمختلف الخدمات لخدمة سكان المنطقة وخلال الجولة تفقد الدكتور مصطفى مدبولي كذلك أعمال تطوير مدخل مدينة شرم الشيخ مرورا بميدان السلام وميدان الصداقة استمع مدبولي إلى شرح من محافظ جنوب سيناء خالد فودة حول المشروعات الجارية تنفيذها لتطوير مدينة شرم الشيخ والتي تتضمن إنشاء كبري علوي على الطريق الأوسط طريق الملك سلمان وإنشاء خمسة محاور أرضية تربط بين طريق السلام والطريق الأوسط فضلا عن أعمال تطوير الطريق الدائري بطول 28 كم في الوقت نفسه تم رفع كفاءة بعض المنشآت التابعة للوزرات حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن وتسخير كل الإمكانات المتاحة من أجل تحقيق ذلك ترجمة نانسي قنقر